المصلحة العليا للوطن أمام أعين مجلسي الدولة وشهرى وانسجام مثمر في الجلسة المشتركة التي ناقشت الموادى محل التباين في مشروعات قوانين حماية الوداع المصرفية وتنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية والإعلام المناقشات ابتدأت في مشروع قانون حماية الوداع المصرفية مشروع مهم في ظل نمو الوداع في البنوك وعضاء مجلسي الدولة والشهرى يتفقون على المواد محل التباين في المشروع هذا الأمر يعزز الاستقرار المالي في البلد فما شك أنت هناك في نمو في الوداع كما لاحظت في آخر إحصائية حجم الوداع وصل إلى 30 مليار ريال عمالي فهناك نمو وهذا الدليل أن هناك ثقة على سلامة الأوضاع المالية في النظام المصرفي والمالي قانون حماية الوداع المصرفية أنه يمكن إنشاء صندوقين صندوق تأميني تكافلي معني بالمصارف الإسلامية وصندوق كذلك تأميني معني بالمصارف التقليدية هذا أبرز ما يتمتع به القانون إلى مناقشة المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى في مشروع قانون تنظيم الاتجار في الأحياء الفطرية الذي تأتي مناقشته في ظل التزام سلطنة عمان باتفاقيات دولية مشروع سيعمل على تنظيم عملية الاتجار بالأحياء الفطرية والاتفاق جاء قدر أهمية هذا المشروع هو القانون أصلا وضع من أجل الاتفاقية الدولية الاتفاقية الدولية تستلسم وجود قانون لتنظيم الاتجار بالأحياء الفطرية فهذا القانون حتى تظل السلطنة في هذه الاتفاقية وتظل ملتزمة بكل مسؤوليات تجاه الاتفاقية يجب أن يصدر القانون جاء قانون التنظيم الاتجار بالأحياء الفطرية لينظم الاتجار بالأحياء الفطرية المهددة بالانقراض وليتوام مع الاتفاقية الدولية التي تحدد وتنظم الاتجار بالأحياء الفطرية المهددة بالانقراض الصحفيون والإعلاميون ينتظرون مشروع قانون الإعلام الذي نوقشت فيه المواد محل التباين بين مجلسي الدولة والشورى بدقة المشروع سيخرج إلى النور ملتزما برصانة الخطاب الإعلامي كما أكد أعضاء المجلسين بسقف حرية مرتفع هذا التوافق كان توافقا بنائيا ولم يكن على حساب البنية الموضوعية أو الصياغ القانونية لهذا المشروع بل نحت إلى جعله أكثر متانة وأكثر توازنا بما يحقق حرية الرأي والتعبير وحق المجتمع في المعرفة والاستنارة وبما يحقق كذلك رصانة وانضباط الخطاب الإعلامي هناك مواد جديدة شرع فيها مجلس الشورى عبارة عن ما يقارب 13 مادة جديدة وثلاث مواد جديدة كانت من مجلس الدولة على كل حال التباين كان موجود ولكن له الحمد كان الاتفاق حاضرا مؤخرا والحمد لله رب العالمين نحن حافظنا في نفس الوقت هذا التوازن في الإعلام سواء كان ما يخص الإعلامي أو الصحفي أو بشكل عام المؤسسة الإعلامية أو المجتمع بالأحرى بشكل عام جلسة مشتركة لمجلسي الدولة والشورى توافق لمشروعات القوانين الثلاثة علت في نقاشات الجلسة مصلحة الوطني والمواطن من مجلسي الدولة فارس بن جمع الوهابي مصطط